بأسباب وهو ده الخلاف اللي ما بيني وبيني النادي الأهلي في تصريح للكابتن حسن وده من حقه رئيس النادي قال إن هذا الجيل هو أفضل جيل في تاريخ مصر أو في تاريخ النادي الأهلي في الشك إن هذا الجيل فيه نجوم كبار والعيبة كبار لكن جيل السبعينيات اللي أنا يشرفني إن أنا أنتم إليه كان كله من ولاد النادي الأهلي تسعين في المية منه لعبنا في النادي الأهلي من تحت 15 سنة و 16 سنة و 18 سنة و 20 سنة فده يقال عليه الجيل بتاع النادي الأهلي لكن لا يقال على جيل نص فرقته من النادي الإسماعيلي لا يقال على فرقة بيلعب اتنين تلاتة من ولاد النادي الأهلي أتمنى السنين اللي جاية السنين اللي جاية إن شاء الله باللي حييجي يدير النادي بعد كده يبقى الجيل اللي جاي أفضل من جيلنا عشان حيبقوا من ولاد النادي الأهلي ما احترام من الاحتراف والاغتراف والقصة إياها دي وما فيش شك إن هذا المجلس أفضل مجلس فاز ببطولات في تاريخ النادي الأهلي وما فيش شك إن منو الجزئ أفضل مدير فني جه حصل على بطولات لكن تعالوا شوفوا المقابل اللي اتصرف عشان هذه البطولات في الوقت اللي فيه أنديت مصر كلها بتشحط وعلى رأسهم نادي الزملك اللي هو المنافس لما نعود سبع سنين نادي الزملك ما كسبناش ده في حد ذاته إنجاز لكن هذا كان لا يحدث في السبعينيات في الجيل الأفضل على الإطلاق من وجهة نظر الشخصية في تاريخ النادي الأهلي اللي كان يروح يجيب بنت من المنصورة كنا نجي نرقص في الإتوبيس نروح نجيب بنت من الاتحاد أو من الأولمبي أو من المحلة بالسياجة وعمر وخاليل وعبدالداي من نجوم وكبار دول لكن على مدار هذا الجيل وأنا بقولها لعيبة كبار ولعيبة عظام ولعيبة أسعدني أنا شخصيا لكن هناك فرق ممن يسمى ولادي النادي الأهلي وجيل جيل يعني طالع من تحت مش جيل بشتري مش جيل بشتري فلازم أفصل ما بين ده وده لكن من حقك إنك تقول إن ده أفضل جيل في تاريخ النادي الأهلي وأنا من حقي أقول إن هذا ليس جيل النادي الأهلي ده الجيل اللي انتو اشتريتوه انتو وصة مصر ومن والجوزيه وما حاول من والجوزيه وما حاول مدير التسويق السابق نروح نشوف كده الاحتفال بنجوم النادي الأهلي اللي أسعدونا يوم الأربع اللي فات في إحدى الفنان فنان